واخيرا. الفيديو ده يعتبر بازن الله اخر فيديو في السلسلة دي. هقولك فيه ملخص كده للاهم النقاط اللي انت سمعتها في الفيديوهات اللي فاتت او في السلسلة دي بشكل عام. الفيديو ده هيكون في 16 نصيحة او 16 نقطة مهمة. لازم تاخد بالك منهم كويس جدا لو انت داخل اي او اي مكان ما. فبازن ده الفيديو ده يكون مفيد لك. انزب الانترا. سلام عليكم. يا رب يا جميع ان تكونوا بخير. اول نقطة معي وهي فكرة اللي انت تحاول تبين للشخص اللي قدامك ان انت بتحاول تجاوب على السؤال او ان انت بتحاول تسعى وان ان انت عاوز تديه كويس عنك. ده لما تيجي مسلا تقع في سؤال صعب او تقيل او سؤال اصلا مقدر لك ان انت ما تعرفش اصلا تحله على قد ما تقدر حاول تبينه اللي انت بتحاول تفكر فيه. وان انت على قد ما تقدر عاوز تجيب اجابة او عاوز تتفاعل معاه في السؤال ده. النقطة دي مهمة جدا ليه? معانا ان انا احطك قدام سؤال صعب او او ساد او حاجة انا عارف اصلا ان انت صعبة انت تحلها ومع ذلك قلقيك ان انت بتحاول على قد ما تقدر ان ان انت بتحاول تفكر في السؤال او بتحاول تديه فده نقطة كويسة جدا جدا جدا. فحاولوا على قد ما تقدروا تبينه حدة ان انتو بتحاولوا حتى لو انتو اصلا عارفين ان انتو مش هتوصلوا للحل بتاع السؤال. زي ما قلت قبل كده مش المغزة من الاسيلة بتاعت او ان انت تجاوب عا السؤال. المغزة ان انت تدينه فمهما ان انت لقيت نفسك في سؤال صعب حاول تبين له ان انت بتحاول بتحاول ان انت تلاقي حل على السؤال ده. النقطة التانية وهي ان انت لو اتسألت سؤال بالانجليزي جاوب بالانجليزي. هتيجي تقول لي طب انا مستوعيف الانجليزي مش حالو او انا مسلا الانجليزي على قد او بعد بفكر وقت جدا عشان انا لايه حاجة اقولها. ما يهمش. لو انت مسلا هتيجي تتكلم وهتاحته او انت مسلا هتيجي تتكلم وسوقت وقت قبيل جدا عشان تفكر او انت من الناس اللي هي لما تيجي وتتتكلم بالانجليزي بتطع injidyب كتير جدا ما يهمش. حاول انت ما تستسهلش والجاوب بالعربي. ده بيدي مش كويس خالص. معنى ان انا اسألك سؤال بالانجليزي. وانت تلاقي ان العملية صعبة. فتروح انت بتجاوب بالعربي. ده بيدي ان انت مسلا استسهلت العملية او ان انت شايف ان الموضوع اللي قدامك ده صعب. فروح تمضوع على اقصر طريق ليك سهل. معنى ان انا اجي اسألك سؤال بالانجليزي. وانت تكون مش عارف تجاوب او تتفاع بالانجليزي. فتجاوب بالعربي. ده بيدي ان انت مسلا استسلمت او انت مسلا ما عندكش القدرة ان انت تتجاوب مع حاجة انت خايف منها. فعلى قد ما تقدر لو انت اتسألت بالنجليزي جاوا بالنجليزي. حتى لو انت اصلا هتطور في الاجابة او هتطورد مدة تفكر ما تقلقش خالص. وفيه نقطة بسيطة جدا. انا مسلا عن نفسي لما جيت في الانتروفيو بتاع جات سألتني انت مستوىك ايه في الانجليزي. فانا قلت لها مستوىك في الانجليزي كويس. فراحت هي سألتني السؤال وهيتني اوصف اسكندرية بالانجليزي. فانا عادت اتكلم معها بالانجليزي. هنا كان فيه نقطة مفروضة اعملها. وهي ايه? لما يجي حد يقول لك ايه مستوىك في الانجليزي? لو انت مستوىك كويس جدا. ايه وعطوله ان انا مستوىك كويس جدا وروعة وشعار فيه. حاول تحط نفسك في الافل الاقل. ليه? لما انا مسلا ايجي اسأل حد وقول له مستوىك في الانجليزي ايه? ويجي مسلا هو يقول لي ان هو مستوىك متوسط. واجه انا اسأله سوى بالانجليزي. ولاي المستوىك من خلال اجابته كويسة جدا جدا. فده بيدي دي كويس. غير مسلا لما لايه حد اقول له مستوىك في الانجليزي. عامل ايه? فيجي هو يقول لي ان مستوىك في الانجليزي كويس جدا. واجه اتكلم معه بالانجليزي. ولاي هو مستوىك للأسف مش قد كده. فانا ساعتها هياخد عنه مش كويس خالص. فانت حاول على قد ما تقدر ان ان ما تديش للي قدامك تنبؤات بان ان انت شخص واو. فما تخليش الشخص اللي قدامك لياخد عنك فكرة ان انت جامد جدا وفي الاخر يكتشف ان ان انت ولا حاجة. فدي نقطة مهمة جدا. النقطة التالتة اوعى تباين ميولك لاي فئة كانت. حاول تدي رأيك بالمحايدة. اللي هو انت مسلا مش بتفضل ده عن ده. شايف ان ده كويس وده كويس. يعني اوعى تفضل جهة عن جهة تانية. دي نقطة للاسف انا وقعت فيها زي ما قلت بدي كده كنت بعمل مرة انترفيو في شغل. فالشخص بيقول لي انت ساكن فين فوقت له في المنطقة ايك صرحال لي اللي هي جنب واي قلت له لقى واي دي مش منطقة جنبي وانها منطقة مش كويسة فقال لي على فكرة انا ساكن في المنطقة دي. فحاول على قد ما تقدر ما تبينش ميولك لاي فئة كانت. قول رأيك من غير انحياز او اي ميول لاي فئة. النقطة الرابعة معنا اختار اللي انت عاوزه. انت مش مقبر ان انت تختار اي اختيارات من اللي هو من دهلك. بمعنى لما يجي مسلا على سبيل المسال تيجي اسألك سؤال تحب مسلا تكون ليدر ولا فولور مش لازم ان انت تقول له انا احب اكون او احب اكون فولور. انت مسلا على سبيل المسال تحب تكون ليدر لما تكون واحد اتنين تلاتة وتحب تكون فولور في واحد اتنين تلاتة. فقل له نقطة دي. قل له والله انا احب اكون ليدا لما يكون كزا 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 وحب اكون فور لما يكون كزا كزا كزا. فانت مش مضطر ان انت تمشي معه بحزفير السؤال. شوف انت حابب تقول له ايه? واقوله. بالشرط ان انت عشان هو قالك تحب تكون كزا ولا كزا فانت لازم تختار حاجة من الحاجتين. دي نقطة مهمة جدا. ما تخلوش يحطك جوا دايرة بحيس انت متعرفش تطلع منها. خلي الموضوع معك مرين. شوف انت حابب تقول ايه? وبين وجهة نظر في الحاجتين. النقطة اللي بعد كده اوعى تقول معرفش. قلنا قبل كده. انت ممكن وانت في الانتروفيو تنسب معلومة دي. ممكن لما تلاقي سؤال انت مش عارفه فتيجي تقول له معرفش. قلنا قبل كده حاول على قد ما تقدر ما تقول لهوش معرفش. مسلا ممكن تيجي تقولها بشكل احسن. زي ما قلنا قبل كده ممكن تيجي تقول له اول مرة اسمع عن النقطة دي. الاسم ده ما عنداش عليها قبل كده. بصراحة المعلومة دي عمري معارضها. فما عنديش عنها معلومات كافية. دي كلها اجابات معناها معرفش. بس بس بسلوب احسن بكتير. تمام? حاولوا على قد ما تقدروا ما تقولوش معرفش. ولو نسيت وقلت معرفش فدي مش نهاية العالة. مش هيضربك ولا مسلا هيجي تسقطك في الانتروفيو عشان تقولت معرفش. مفيش حد بيبني رأي كامل او مسلا هيبني نتيجة الانتروفيو على سؤال واحد. الانتروفيو هو عبارة عن كزا السؤال من خلال كزا السؤال دو هو بيعرف عنك المعلومات الكافية. مش معنى مسلا ان هو اخد عنك فيد باك وحش. في سؤال واحد يبقى معنى كده ان انت خلاص. تمام عشان بده تكونوا مستريحين كونتوا في الانتروفيو. مش معنى ان انت اللي اقبطت في سؤال او اتنين فمعنى كده ان انت مش هتتقابل. النقطة اللي بعد كده حاول على قد ما تقدر كلامك يكون مرتبط بالمستقبل والنجاح والمشاريع والسعي. خدها كده قادة عامة. حاول تمالي يكون كلامك مرتبط بالجو العام بتاع المكان اللي انت رايح تقدم فيه. ازا كانت بقى منحها شغل ايا يكن. شوف انت طبيعة الجو او طبيعة المكان اللي انت رايح تقدم فيه ده. حاول كلامك دايما يكون مرتبط بالجو العام بتاع المكان ده. لان الناس اللي هتكون في المكان ده هتكون دايما او بصفة اكبر دماغها مرتبطة بالمود بتاع الكيان او الشركة دي. فانت لما تيجي تقول له كلام. ليه علاقة بالحاجة اللي هو كل يوم عايش فيها فده بيدي اريحية للشخص اللي قدامك وبيكون فيه كونتاكت كويس جدا بينك وبينه. حاول برضو ان كلامك يكون ليه علاقة بالانجازات والمشاريع والكورسات. حاول تبينه قدية انت كنت بتطور من نفسك. تي برضو نقطة كويسة جدا. النقطة اللي بعد كده وهي نقطة مهمة جدا. حتة العيوب. لما يجي يقول لك ايه هي عيوبك او لما تيجي انت تتكلم عن عيوبك. اتكلم عن عيوبك بس بشكل كويس. ازاي? يعني تعالى اقول له العيوب اللي هي فيك وانت ازاي هتقدر انت تخلص منها او ازاي هتقدر انت تطور من نفسك في النقطة دي. اقول له العيوب اللي كانت فيك وانت ازاي ادارت ان انت تتغلب عليها او تلغي او ان انت تحسن من نفسك في العيوب دي. بداش تيجي تتكلم عن عيوبك وانت بتبينه ان انت فرحان باللي انت عندك كزا وكزا وكزا. دي عيوب. فحاول انت تستغل النقطة دي صح. حاول تقول له عيوبك ايه? اللي كانت موجودة فيك وازي اردت ان انت تتخلص منها او ايه هي العيوب اللي هي عندك وازاي انت هتقدر انت تحل من نفسك او تطوم من نفسك في النقطة دي. فدي نقطة مهمة جدا. حاول تحول الحاجة السيئة لحاجة ايجابية. خليك زاكي وانت في الانتروفيو. اوعى تيجي تقول لعيوب لا انت اصلا عرف تحلها ولا انت اصلا بتحاول تحلها. يا فرحتي اللي هو انت جاي تقول له والله انا من عيوبي كزا وكزا وكزا. انت كده بتقول له ان انت وحش. انت كده بتقول له المساوي اللي فيك. وده مش حاجة في مصلحتك. حاول تستفيد بكل نقطة في الانتروفيو. النقطة اللي بعد كده. حاول على قد ما تقدر ما تهبتش. ولو هتهبت خليك واثق من نفسك. دي نقطة مهمة جدا. في ناس يامة جدا لما تيجي تتكلم لو هي طريقتها في الكلام. بيبين ان هو قده واثق من نفسه. فالشخص اللي قدامه مش هيلاحظ ان هو بيهبت. فدي نقطة كويسة جدا جدا. لو هو اصلا عارف ان انت بتهبت بس اسلوبك في الكلام كويس جدا بحيس ان انت بتوضح قده انت كلامك صح وقده ان انت واثق من نفسك. فده بيدي له كويس جدا عنك. النقطة التانية لما تيجي تجاوب على اي حاجة حاول وانت بتتكلم تقول كلام انت مقتنع به او على الاقل تكون انت واثق فيه. ليه? عشان هو لو حاول ان هو يحاولك فيه يبقى انت عندك قابلية انت بتتكلم فيه معاك. ولكن لو انت جيت تقول اي حاجة وانت اصلا بيش مقتنع بالكلام ده وجاء هو يحاول يتكلم معك فيه او يتناقش معك في الكلام ده ساعتها انت هتلاقي نفسك بتتلقلك في الكلام وبش عارف ترد عليه. فحاول على قد ما تقدر تقول كلام انت مقتنع به او انت واصق فيه من نفسك. نقطة برضو ومهمة جدا. اوعى تفتكر ان انت مسلا لو جيت مسلا تبينه ان انت شخص متدين او انت مسلا مرتزم او 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 فدي حاجة هترفع من مسلا درجاتك او مسلا هيكون لك فيدباك كويس. ابدا والله. مرة واحد في الاي تي اي اي اتسأل سؤال قال له انت كنت بتايم ليه من ساعة مخلصة الحياة ما جيت تقدم في الاي تي اي. فقال له من ضمن الحالات ان انا كنت بحفظ صوت البقرة. فقال له سمعلي من بداية الاية كزا. اوعى تفتكر ان انت مسلا لما تيجي تقول له ان انت شخص متدين فده هيكون الفصال حق. مش وحش ان انت تقول له النقطة دي. بس ما تاخدهاش بعيني الاعتبار ان هو انا لما يجي يقول له ان انا مسلا شخص متزم او او او. فده كده شيء هيساعدني. لأ دي حاجة مش هتساعدك. تمام? فقعى تفتكر ان انت اسكل منهم. الناس دي عد عليهم قبلك ناس ياما جدا جدا. وعارفين الشخص اللي قدامهم ازا كان بيتكلم بجد ولا هو بيكذب. فحاول على قد ما تقدر ان انت تنقي كلامك صح. النقطة اللي بعد كده حاول وانت بتتكلم معهم تبين له ان انت لازم تكون معهم في المكان ده. ان انت لازم يختارك وتكون معهم وتكون واحد من الناس اللي هيتم اختيارهم في المكان ده. دي نقطة كويسة جدا. اللي انت هنا بتبين له قد انت مليان مسلا مميزات وان انت قد ايه هتفيد المكان ده وهتستفيد برضو منه. برضو فيه نقطة مهمة جدا حاول تبينه قد ايه انت مليان مميزات وقد ايه ان وجودك في المكان ده هيفرق. دي نقطة كويسة جدا. هم برضو بيدوروا ازاي هم هيقدروا يستفادوا من الشخص ده. وازاي هم هيفيدوا الناس. فحاولك على قد ما تقدر تربط نفسك بالنقطة دي. بان انت هتفيد المكان ده. وهتفيد التيم اللي انت هتكون موجود فيه. وان انت هتستفاد منهم. النقطة اللي بعد كده ودي بصراحة النقطة انا بهتمي بها جدا. بلاش في اي انتروفيو في اي مكان اياكن بلاش تجذب. ليه? انا بصراحة لما لاي واحد في انتروفيو بيجذب عشان يوصل لحاجة. انا بصراحة يعني تقدر تقوله كده بتقرف منه. بلاش تجذب عشان توصل لحاجة معينة. صدقوني لو هي ليك هتجيلك. انت بس اسعى ليها وتعب ليها بشكل كويس جدا. المكان يستحق. ازا كان مسلا شغلانة او المنحة بتاعت. وجودك جوه او اي مكان تاني زيه يستحق ان انت تتعب عشانهم. في حالة القد ما تقدر تتعب وتسعى. وبلاش بلاش بلاش تجذب. النقطة اللي بعد كده. على قد ما تقدر ما تاخدش الموضوع على شكل سؤال واجابة. يعني مسلا لما يجي سألني السؤال ده بفوض ان انا اقول له الااجابة دي. اول لما هيجي اسمع السؤال ده هقول له كذا كذا كذا. لا الموضوع ما هوش كده. حاولوا تاخدوا الموضوع بان هو درداشة. انت داخل بتدردش مع واحد صاحبك. الموضوع بيبقى بسيط جدا وممتع. الانتروفيو بتاع بيكون كويس جدا جدا. حاولوا على قد ما تقدروا انتوا تستمتعوا بيه. صعوبة الانتروفيو ده فحاكتين. ان انت ساعات في ناس من اللي هي بتعملك بالانتروفيو بتكون عاوزها تحط الشخص اللي قدامها تحت ضغط. بتحاول ان هو على قد ما تقدر تستفز الشخص اللي قدامها. فممكن تلاقي الشخص اللي قدامك بيتعامل معك بسلوب خشن شوية. بس ثم في الحقيقة ناس كويسة جدا جدا جدا. هو بس عايز يشوف انت هتتعامل ازاي لما تتحطى تحت ضغط. فانت عدي النقطة دي وتعامل طبيعي خالص. فانت ما تاخدش الموضوع بانه هو سؤال واجابة. حاول تعرف ايه المغزى من السؤال. انت لو وصلت للنقطة دي هتلاقي الانتروفيو بسيط ويتافي. وبصراحة من الانتروفيوهات اللي ما تتعوضش. حاول على قد ما تقدر تعرف الشخص اللي قدامك سألك السؤال ده ليه? هو عاوز يوصل ليه من خلال السؤال ده. النقطة دي لو انت وصلت لها فانت كده انتروفيو ده مش هتلاقي فيه مشكلة خالص. النقطة اللي بعد كده جهز للاسئلة اللي هي موجودة معك في الفيديوهات بالعربي وبالانجليزي. يعني اتجاوب عليها بالعربي وبالانجليزي. عشان انت لما تيجي تخش لو تسالت اي سؤال بالعربي او بالانجليزي. طرف تجاوبه. هل لازم كل واحد يتسال بالانجليزي? لا. هي بتبقى حز. وممكن تاخد سؤال واحد بس. وممكن تاخد اكتر من سؤال. اخر نقطة معنا وهي حاول تجهز مخصوص لسوفت سكيلز. سيفي مخصوص لسوفت سكيلز انتروفيو. وسيفي التاني لوحده للتكنيكال انتروفيو. تمام? ما حدش يعمل سيفي واحد ويكون للتكنيكال انتروفيو والتكنيكال انتروفيو. كل واحد من ده لاهتمامات معينة. يعني مثلا الحياة اللي هي علاقة بالكروسات والشغل ومجال دراستك ده هيهتم بيه اكتر الشخص اللي هو بيعمل لك التكنيكال انتروفيو. ولكن المنح او المسابقات او السيفي الورك او الكروسات اللي هي علاقة بان انت تطوى من نفسك دي هتكون مهمة اكتر للشخص اللي بيعمل لك سوفت سكيلز انتروفيو. فحاول تحط كل نقطة في المكان بتاعها. اخر حاجة لو انت لك اي سؤال او اي استفسار عن اي حاجة اللي هي علاقة بالمنحة او بسوفت سكيلز انتروفيو. او عندك سؤال معين واي استعرف اجابته. فانت ممكن توصل معي على الصفحة بتاعتنا اللي هي شوية. هسيب برضو اللينك بتاعها تحت في وصف الفيديو. وبرضو هسيبه في اول تعليق. انا خلصت.